اشتركوا في القناة أعتقد أنه أمر حتمي نتحدث هنا عن شخص أصبح العدوى الأولى للأمريكيين لذا ليس هناك من مخرج آخر باعتقادي هذا لا يعني أنه لم يحاول القيام بمهامه بشكل جيد لتنظيف البئر النفطية وتسوية الأمر محاولات وقف التسرب النفطي قد تكلف بي بي بين 15 مليارات دولار كما وعدت الشركة أن تعطي 20 مليار دولار كتعويضات المتضررين من حادث التسرب كل ذلك أدى الانخفاض قيمة الأسهم في الشركة بنسبة 39% هذا هو خليفة هيورد المحتمل الأمريكي بوب دادلي الذي كان يدير مصالح بي بي في روسيا تنعقد عليه الأمال الآن لتلميع صورة الشركة من جديد وقد يكون من الصعب عليه محوى صورة سلفه من ذاكرة المتضررين بسرعة فتلك الصورة ارتبطت بحادثة التسرب التي طاولت آثارها حياة الملايين